هذا وتختتم اليوم الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز بمواجهة تجمع أمبي واسموحة في السابعة مساء على ملعب بيتروسبور ويسعى الفريق البترولي للظهور بشكل جيد في انطلاقة البطولة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري لتقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي الذي أنهاه أمبي في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة أما اسموحة فيأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمنحه دفعة معنوية هذا الموسم تحت قيادة الشيكي فرانس ستراكا اشتركوا في القناة